لو أستطيع لسخط شعري من ورود اليسامين ونصرته ورداً زاة أنوار وأبناء الحاضرين البدر لك الشمس فيه فلاح والضاء الجبين والبدر أنتم وكيف لا وأنتم أبناء الغاليين أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف الخامس أهلاً ومرحباً بكم على منصة البس المباشر بالوزارة ودرساً جديداً من دروس الرياضيات يا أصحابكم في رحياتكم الأستاذ محمد ناجي معالم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب الإدارة الحديثة بمحافظة بن سويف ودرسي اليوم بعنوان ترتيب العمليات على الأعداد الطبيعية هناخد ضرب وقسمة الأعداد الطبيعية إن شاء الله مع نهاية هذا الدرس هنقدر نتعرف على خواص عملية ضرب الأعداد الطبيعية وهنتعرف إيه هي عملية القسمة وخواص عملية القسمة في الأعداد الطبيعية يعني إيه عملية الضرب يفتح يا أولاد؟ احنا عارفنا ان عملية ايه الاعداد الطبيعية بنرمزلة بالرمزة طه. فما بنقول عملية الضرب في طه. يبقى احنا بنقصد ان احنا هنستخدم خط الاعداد لايجاد عملية ضرب اتنين في تلاتة. طيب احنا ما بنيجي نستخدم خط الاعداد. لما بنيجي نستخدم يا ولاد خط الاعداد. طيب خط الاعداد بنكتبه ونبدأ بالسفق. وهنا نتحرك يمينا تلت مسافات. كل مسافة تتضمن وحدتين. فانصل الى العدد ستة. بالشكل ده. انا عندي خط الاعداد اهو. بيبدأ بايه? بالسفر. لان احنا عرفنا ان اصغر عدد طبيعي هو السفر. يبقى مين هو اصغر عدد طبيعي? السفر هو اصغر عدد طبيعي. وبعد كده الواحد الاثنين التلاتة الاربعة الخمسة. والى ما لا نهاية او هكذا. لما اجي استخدم خط الاعداد عشان نضرب اتنين في تلاتة. هعمل ايه؟ هنبدأ بالسفر. انا نتحرك يمينا تلت مسافات بالشكل ده. ادي ايه? اتحركنا. ايه اتنين. تلت مسافات. كل مسافة وحدتين. يبقى ادي ادي وحدتين. 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 يبقى انا هتحرك يمينا تلت مسافات. كل مسافة خطوطين. ادي خطوطين. ادي واحد اتنين. ادي واحد اتنين. ادي واحد اتنين. يبقى انا هتحركنا كم خطوة? اتحركنا. خطوطين خطوطين. بس كم مرة? تلات مرات. يبقى احنا هنوصل للنتج بتاعنا اللي هو كام? اللي هو ستة. هيبقى اتنين في تلاتة بتساوي كام? بتساوي ستة. يبقى احنا عشان نقدر نحل المسألة. اتحركنا مسافة. تلات مسافات. كل مسافة تتضمن وحدتين. فنصل للعدد ستة يبقى اتنين ضرب تلاتة بكام بستة اتنين ضرب تلاتة بكام يا ولاد بستة يبقى احنا كده وصلنا للحل مين الحل بتاعنا طيب نشوفها بطريقة تانية تعالوا نشوفها بطريقة تانية ان احنا هنقول مثلا بالشكل ده استخدم خط الاعداد في ايجاد اتنين في تلاتة طيب بدل ما نمشي تلات مسافات وكل مسافة هنمشيها يبقى خطوطين لا تعالى نعمل العكس هنمشي مسافتين كل مسافة هتبقى تتضمن تلاتة وحدات هتبقى بالشكل ده يبقى احنا عندنا تلاتة في كام تلاتة في اتنين طيب هنرسم على خط الاعداد اهو يبقى خط الاعداد بتاعنا هنبدأ نتحرك في خط الاعداد ايه مسافتين كل مسافة تلات خطوات ادو تلات خطوات ادي خطوة اتنين تلاتة ومسافة تانية تلات خطوات ادي خطوة اتنين ثلاثة. بقى احنا مشينا كم خطوة? يبقى احنا مشينا ست ايه اه مشينا لغيت ما وصلنا للعدد ستة. مشينا لغيت ما وصلنا للعدد مين? ستة. طيب. ايه هي خواصة عملية الجامعة? ايه الخواص بتاع عملية الجامعة? عملية الجامعة ايه خواصها? اول خاصية عندنا الانغلاق. احنا اخذنا الانغلاق في عملية الجامعة. هناخد بقى الانغلاق في عملية ايه? الضرب. طيب الانغلاق في عملية الجامعة كنا بنقول اتنين زائد ثلاثة بيساوي خمسة. اتنين زائد ثلاثة بتساوي خمسة. وساعتها قلنا ان الاتنين عدد طبيعي. والتلاتة عدد طبيعي. لازم الناتج بتاعي هيكون عدد طبيعي. عشان كده سمتها انغلاط. طب ما تيجين الضرب؟ الضرب بقى بدلا ما نقول اتنين في ثلاثة. لا هنقول ايوا برافو على اولادنا. هنقول اتنين في ثلاثة. هنضرب الاتنين في كم في ثلاثة. طب الاثنين ده عدد ايه؟ الاثنين ده عدد طبيعي الاثنين عدد طبيعي والثلاثة برضو عدد طبيعي يبقى اثنين في ثلاثة يديني كامي يديني ستة والستة عدد طبيعي يبقى اذا هي خاصة الانغلاق متحققة فيه عملية ايه الضرب يبقى ما هي خاصة الانغلاق؟ ان عند ضرب عددين طبيعيين يكون الناتج عدد طبيعي يكون الناتج بتاعك عدد طبيعي يبقى احنا مدالي لما نقول إذا كان آلف بتنتمي الطه وبقى تنتمي الطه يبقى آلف زى البقى اللي هو ناتج العملية الذرب برضه ينتمي الإطاق لا بناخد مثال يعني مسلا زي كان عندي 2 بتنتمي للطه يعني الـ let's say 2 عدد طبيعي والخمسة تنتمي لطه يعني الـ خمسة عدد طبيعي يبقى اثنين في خمسة بكام يتديك عشرة العشرة لنتج دي برضه عدد طبيعي يبقى عندك ضرب عدد طبيعي في عدد طبيعي يكون الناتج عدد طبيعي وبالتالي تبقى خاصية الانغلاق متحققة في عملية الضرب يبقى خاصية الانغلاق هتكون متحققة في عملية الضرب طبعا نيجي نشوف تانية خاصية عندنا الإبدال لو أنا عندي ألف وباق عددين طبيعيين ألف وباق عددين طبيعيين فإن ألف ضرب باق هي هي باق ضرب ألف يعني اثنين ضرب خمسة هي هي خمسة ضرب اثنين يبقى إذن أن أي عملية عملية الضرب إبدالية فتح يعني لما اضرب عدد طبيعي في عدد طبيعي يكون الناتج بتاعها عدد طبيعي فمثلا ثلاثة في خمسة بخمستاشر تابو خمسة في ثلاثة برضو بخمستاشر يبقى ايزا الدرب ابدالي عملية ضرب ابدالية زي ما اخدنا في الجامع ان الجامع يبدالي برضو الضرب عملية ابدالية في طه يبقى ايزا خاصيتين خدناه من قد دلوقتي خاصية الانغلاق ان انا لما اضرب عدد طبيعي في عدد طبيعي يكون الناتج عدد طبيعي ولما خاصية الإبدال لما بدل الأرقام يطلع نفس الناتج 3 في 5 هي هي خمسة كلما يطلعوا كام؟ هطلعوا 15 وبالتالWER تبقى خاصية الإبدال متحققة في عملية الضرب تالت خاصية معنا هي خاصية الدمج أو تحريك الأقواص خاصية الدمج أو تحريك الأقواص لو أنا عندي آلف وباء وجين دولة أعداد طبيعية يبقى أنا عندي تلت أعداد طبيعية اسمها آلف وباء وجين يبقى آلف ضرب باء القص هنا على مين يا أولاد؟ على الألف والباق. لما ضربه في الجيم هو هو لما يبقى القص على الباق والجيم. يبقى إذن هنا عملية تحريك للأقواص ينفع ولا لا. تعال نشوف مثال. لو أنا أخذت مثلا تلات أعداد طبيعية. واحد في اتنين في خمسة. طب تعال نضرب. واحد في اتنين اللي داخل الأقواص بيتم أولا في ترتيب العمليات ما ننساش. واحد ضرب اتنين يطلع باتنين. فيه كم؟ في خمسة. يبقى نضرب اتنين في خمسة يديني كم؟ اتنين في خمسة تديني عشرة. طب ما تيجي نح تعرك الأقواص يبقى اتنين في خمسة تديني عشرة. يبقى أنا كده حليتي الاولى. يبقى أنا ضربت اللي داخل القص الاول. ضربت الواحد في الاتنين. طلعت باتنين. ونزلت الخمسة. ضربت بعد كده اتنين في خمسة. طلع الناتج بتاعي عشرة. طب لما شوف مثلا واحد في اتنين في خمسة. يبقى مين اللي يتم اولا اللي داخل القص ده يتم اولا. يبقى الواحد ده هينزل. يبقى واحد في اتنين في خمسة بعشرة. يبقى واحد في عشرة يساوي عشرة إيه ده؟ لما حركت الأقواس الناتج طلع نفس الناتج لما خلت الكروس على أول رقمين هو هو لما خلت الكروس على رقمين إيه الآخرين وبالتالي عملية الدمج أو تحريك الأقواس متحققة في عملية الضرب يبقى إيزا في ضرب الأعداد الطبيعية خلنا كده كم خاصية ثلاثة خاصية الإنغلاق وخاصية الإبدال وثالث خاصية خاصية الدمج نحن في خاصية رقم أربع معناها بيقولك هنا لو أنا ضربت واحد في اثنين في خمسة هي هي واحد في الاثنين في خمسة كلهم نطلعوا عشرة خاصية العنصل المحايد الضربي عايزين أولادنا يركزوا في فرق ما بين المحايد لعملية الجمع والمحايد لعملية الضرب المحايد الجمعي انت خدته هو السفر لما قلت واحد زائد سفر طلع بواحد اثنين زائد سفر طلع باثنين تلاتة زائد سفر طلع بثلاتة لكن المرة دي أنا بتكلم على المحايد لعملية الضرب المحايد الضربي الرقم اللي تضرب فيه يطلع نفس الرقم يعني 3 في 1 تقولي 3 5 في 1 تقولي 5 6 في 1 بـ 6 يبقى الواحد هنا اسمه ايه اسمه عنصر محايد ضربي يبقى ما هو المحايد الضربي الواحد الواحد هو المحايد الضربي اللي فيه طه يبقى مين هو المحايد الضربي في طه الواحد ليه لان انت لما تيجي تضرب 1 في 5 هي هي 5 في 1 كلهم يساوي 5 لما تضرب سبعة في واحد سبعة في ايه في واحد يساوي كم هتقول لي يساوي سبعة هل الواحد اثر في عملية الضرب تقول لي لأ لما تقول لي مثلا تمانية في واحد يساوي كم هتقول لي يساوي تمانية يبقى مين هو المحايد لعملية الضرب الواحد هو المحايد الضربي عشان لو جلنا تكملة في الامتحان نقط هو العنصر المحايد الضربي في طه هنقول له الواحد او اختار العنصر المحايد لعملية الضرب هو نقط سفر ولا واحد ولا اثنين ولا تلاتة هنختار واحد ممتاز برابو عليه يبقى مين هو العنصر المحايد الضربي يبقى خلي بالك احنا قلنا فيه محايد لعملية الجمع فهو السفر وفيه محايد لعملية الضرب فهو الواحد يبقى فيه محايد لعملية الجمع هو السفر وفيه محايد لعملية الضرب فهو الواحد فبيقول لي السؤال بعد كده خاصية الضرب بسفر يبقى احنا كده دي الخاصية الخامسة ناخدنا خاصية الانغلاق وخاصية الابدال وخاصية الدمج وخاصية العنصر المحايد الخاصية الخامسة هي الضرب بصفر بيقولك لما تضرب في صفر يكون الناتج بتاعك كم يكون الناتج بتاعك صفر يبقى إذا كان ألف عدد طبيعي والألف ده ضربته في صفر يطلع الناتج بصفر فلما تقول خامسة في صفر يساوي صفر يبقى خامسة في صفر يساوي الناتج بتاعك كم هتقول يسوي 0 لما تقول لي 7 في 0 يسوي النتج بتاعك كم برافو عليك يسوي 0 لما تقول 9 في 0 يسوي كم برافو عليك يسوي 0 يبقى معنى ذلك ان انت اي عدد طبيعي هتضربه في 0 النتج بتاعك هيسوي كم النتج بتاعك هيسوي 0 يبقى إذا نسمعها خاصية الضرب في كام؟ خاصية الضرب في سفر. الخاصية الستة هي خاصية توزيع الضرب على الجامعة. إن أنا وزع الضرب على الجامعة. تما ناخد مثال. لو عندي الف وباء وجين دم ثلاث اعداد طبيعية. دم ثلاث اعداد طبيعية. تمام؟ يبقى أنا عندي ثلاث اعداد طبيعية. اسمها الف وباء وجين. بيقولك دي هنا ايه؟ هتقول لي ضرب. وهنا جمع. قال لك اعضر اوزع الضرب على الجمع. فاضرب الالف في الباق. وبعد كده اضرب الالف في الجيم. يبقى الف ضرب باق زائد الف ضرب جيم. تبدييني مثال يا مستر. اقول لك حاضر. لما اقول لك خمسة في. يفتح كوس. تلاتة زائد اتنين. نحل لها ازاي دي? برافو عليك. تعال نوزع الضرب على الجمع. تعال نوزع الضرب على الجمع. فنقول له ايه? هنقول له خمسة. اللي هي خارج القوس. نضربها في كام? شطار برافو عليكم. اكتبوا الاجابات. ايوة. في تلاتة زائد. يجي ضرب مين? الخمسة برضو. هتضرب بقى في كام? في اتنين. يبقى هنا خمسة. في اتنين. يبقى انا وزعت الضرب على الجمع. فالخمسة ضربتها في تلاتة. وبعد كده الخمسة ضربتها في اتنين. يبقى انا عملت اعملي التوزيع للضرب على الجمع. اقول له يساوي. خمسة في تلاتة بخمستاشر. اهي بالشكل ده. زائد. خمسة في اتنين بعشرة. ممتاز. اقول له يساوي. خمستاشر زائد عشرة. يديني خمسة وعشرين. يبقى انا كده حليت المسألة. وزعت الضرب على الجمع. تب ما نجي ناخد مثال تاني. تعال ناخد مثال تاني. نمسح ده. ونكتب مثال اخر. على توزيع الضرب على عملية الجمع. نشوف هنحلها ازاي. لو عاطيني مسلا. سبعة في. افتح كوس. تلاتة. زائد اربعة. تعال نوزع عملية الضرب على الجمع. تعال نوزع عملية الضرب على الجمع. نشوف بكده. يبقى السبعة. هتتضرب في تلاتة. وبعد كده السبعة هتتضرب في اربعة. فنقول له كده سبعة في تلاتة. زائد. سبعة في اربعة. يساوي. سبعة في تلاتة تقولي بواحد وعشرين زائد. سبعة في اربعة بتمانية وعشرين. تعال نجمع. انه وقت دي. يبقى واحد زائد تمانية تسعة. واثنين زائد اتنين اربعة. يبقى الناتج بتاعك تسعة واربعين. انا عايز اتحقق يا مستر. اللي داخل عمليات. الداخل القوص ده ايه? يتم الاول. تلاتة زائد اربعة. تقولي سبعة. يبقى السبعة دي هتنزل فيه. وتلاتة زائد اربعة سبعة. لو انت ضربت سبعة في سبعة. الناتج بتاعك هيطلع كام? هيطلع تسعة واربعين. يبقى احنا نقدر نوزع الضربة على عملية مين? على عملية الجامع. يبقى دي اسمها خاصية توزيع الضرب على الجامع. خاصية توزيع مين يا ولاد? الضرب على عملية الجامع. وخدنا مثالين. وهنحل عليه مسائل تانية. يبقى احنا هنا لما نيجي ناخد مثال اهو. اربعة في. اربعة في خمسة زائد سبعة. يبقى هضرب الاربعة في الخمسة. وعا كده هضرب الاربعة في السبعة. يبقى اقول له اربعة في خمسة زائد اربعة في سبعة. اربعة في خمسة بعشرين. واربعة في سبعة بتمانية وعشرين. لما نجمع سفر زائد تمانية هي التمانية. واثنين زائد اتنين اربعة. يبقى يطلع الناتج تمانية واربعين. يبقى انا هنا ادرت اوزع عملية الضرب على مين يا ولاد? اوزع عملية الضرب على الجامع. طب الخاصية اللي بعد كده خاصية توزيع الضرب على الطرح. اذا وانا زي ما وزعت الضرب على الجامع. اقدر اوزع الضرب على الطرح. تعال ناخد مثال. يقولك اذا كان الف وباق وجيم ثلاث اعداد طبيعية. يبقى الف ضرب باق ناقص جيم. اقدر اضرب الالف في الباق. واقدر اضرب الالف ناقص الالف في الجين بس بشرط. ان الباق تبقى اكبر من الجين. يعني لازم ده يكون عدد طبيعي. نتج الطرح بتاعك يكون عدد طبيعي. يعني هنا خمسة ناقص ثلاثة ينفع. يعني مثلا ناخد كده سبعة فيه. هفتح كوص. خمسة ناقص ثلاثة. لازم تتأكد ان اللي دخل الكوص ده. الالف يعني العدد الاولاني اكبر من العدد التاني. عشان تقدر تستخدم خاصية التوزيع. لو العدد الاولاني اكبر من التاني ما ينفعش. لازم يكون ده اكبر من ده. طيب تعال نوزع. تعال نوزع الضربة على الجمع على الطرح. فالسبعة هتتضرب في مين? في الخمسة. بعد كده السبعة هتتضرب في مين? في التلاتة. فنقول له ايه? هنقول له سبعة في خمسة ناقص سبعة في تلاتة. يبقى انا كده وزعت الايه? الضربة على الطرح. سبعة في خمسة بكام? تقول لي بخمسة وتلاتين. يبقى سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين ناقص. سبعة في تلاتة بكام? بواحد وعشرين. تعالوا نطرح. خمسة ناقص واحد تقول لي اربعة. تلاتة ناقص اتنين بواحد. يبقى النتج بتاعك اربعتاشر. طب ما نجي ناخد مثال تاني. تعال انا هاخد مثال تاني. بس خلي بالك الشرط ايه? ان اللي داخل القص يكون الالف اكبر من الجين. طب ما تديني مثال يا مستر اللي هو لا يصلح. اقول لك حاضر. لما يجي مثلا. بالشكل ده. ناخد مثال اهو. لما يجي يقول لي مثلا سبعة في افتح كوس. تلاتة ناقص اربعة. هنا اقول لك ما ينفعش. هنا لا يصلح. يبقى هنا لا يوجد. لا يمكن. ما ينفعش. ليه? قال لك لان هنا التلاتة اكبر من اربعة. يبقى هنا لا يوجد لان التلاتة اكبر من مين? اربعة. يبقى دي ما ينفعش حلها. يبقى دي ما ينفعش ايه حلها? لان اللي داخل القص الالف ايه اكبر اصغر من الجين. اصغر من ايه? الجين. البقى اصغر من الجين. طب ما نجي ناخد مثال بقى يصلح. لما اقول مثلا تسعة في وافتح كوس. سبعة ناقص تلاتة. هنا تصلح توزع عملية الايه? برافو عليك. ولادنا بيقول ايه هنا تصلح يا مستر. لان السبعة اكبر من مين? لان السبعة اكبر من التلاتة. يبقى التسعة هنضربها في مين? في السبعة. ناقص التسعة ضرب ايه? التلاتة. فنقول له كده تسعة في سبعة. ناقص تسعة في تلاتة. نجيب ناتج الاولى. تسعة في سبعة بتلاتة والستين. ناقص تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين. نبدأ نطرح. تلاتة ناقص سبعة ما ينفعش. نستلف من دي بقيت خمسة وده تلاتتاشر. تلاتتاشر مقص سبعة ستة. وخمسة ناقص اتنين تلاتة. يبقى البقية ستة وتلاتين. يبقى هنا اقدر اوزع الضرب على مين? على الطرح. بس بشرط يا ولاد. اللي داخل القوس لازم يكون العدد الاولاني اكبر من العدد التاني. ما طرح. دم ناخد مثال اهو. لما قال لي اربعة في سبعة ناقص خمسة. ادر يوزع. فضرب اربعة في سبعة. وبعدين ضرب الاربعة في الخمسة. فقال له اربعة في سبعة ناقص اربعة في خمسة. جاب ناتج الاول اربعة في سبعة طلع بتمانية وعشرين. جاب ناتج التاني اربعة في خمسة طلع بعشرين. نقصنا تمانية وعشرين منها عشرين. يفضل الباقي كام? يفضل الباقي تمانية. طيب ما دي نطبع على الخواص اللي احنا ده رسناه. اوجد نتج ما يأتي مع سكر الخاصية المستقدمة. اربعة في اتنين وتلاتين في خمسة وعشرين. هنا هعمل ايه? هنا هستخدم الحقائق اللي هي ايه فيها? ايوة مناسبة مع بعضيها. الحقائق المتناسبة. اللي اربعة في اتنين وتلاتين في خمسة وعشرين. يبقى انا هعمل عمية ابدال هبدل الاثنين وتلاتين مع الخمسة وعشرين بالشكل ده. اربعة في خمسة وعشرين في اتنين وتلاتين. انا هنا عملت عملت ايه? عملت عملية الابدال. بدلت الاثنين وتلاتين وضعتها ما كان الخمسة وعشرين. والخمسة وعشرين وضعتها ما كان الاثنين وتلاتين. بقت اربعة في خمسة وعشرين في اتنين وتلاتين. دي اسمها خاصية ايه? برافو عليكم. دي خاصية الابدال. طيب. هعمل ايه? هعمل دمج. هعمل اضع قوس على الاربعة مع الخمسة وعشرين هتبقى بالشكل ده اربعة في خمسة وعشرين في اتنين وثلاثين ليه خدت العددين دم مع بعض عشان لما بادرب اربعة واربعة في خمسة وعشرين احنا حافظنا يا ولاد وذكرناها زمان عرفنا ان اربعة في خمسة وعشرين بمية ساعة ما خدنا الاعداد المتناسبة ساعة ما كنا بنقول اتنين في خمسة بعشرة اللي هي الارقام اللي بدايتها سفر وقلنا اربعة في خمسة وعشرين بمية انا بفكركم الاعداد المتناسبة هي او المناسبة البعضية اربعة في خمسة وعشرين بمية وتمانية في مية خمسة وعشرين بألف خدناها في الصف الرابع وقلنا احنا بنحفظها عشان نقدر نخلي الاعداد بدايتها سفر يبقى الاعداد الايه المناسبة البعضية اتنين في خمسة بعشرة اربعة في خمسة وعشرين بمية تمانية في مية خمسة وعشرين بألف فوجدت ان الـ 25 لو بدلتها ما كان الـ 32 هتيد جنب الـ 4 هعمل لهم دمج. هدمج الـ 4 مع الـ 25 يبقى يسمعها خاصية الدمج. 4 في 25 بيكان بمية. لسه المستر كاتبها فوقها هي. يبقى يساوي مية في 32. لما بدرب أرقام في صفار. أنزل الأصفار. واحد في 32 ب32 استخدمت هنا خاصية الانغلاق. لأن المية عدد طبيعي. الـ 32 عدد طبيعي. الناتج بتاعي برضو طلع عدد ايه طبيعي. طب ناخد مثال تاني. فعلا انا اخد مثال تاني. بيقول لي مثلا. آآ تمانية في تسعة في مية خمسة وعشرين. عايز احل المسألة دي. لست المستر اي للوقت فيه اعداد مناسبة. تتناسب مع بعضية. يبقى ناخد مين? هاخد التمانية مع المية خمسة وعشرين اخطهم جنب بعض. يبقى عامل عامية ابدال. هبدل التسعة مع المية خمسة وعشرين. تبقى تمانية في مية خمسة وعشرين. اولادنا الشطر في تسعة. انا كده عملت عملية ابدال. كده عملت عملية ابدال. الطيب وبعدين هعمل قوس على التمانية في مية خمسة وعشرين. يبقى تمانية في مية خمسة وعشرين. هحطوهم في قوس في تسعة. يبقى أنا كده عملت عملية دمج. هضرب المية الثمانية في مية خمسة وعشرين بالف. الثمانية في مية خمسة وعشرين بالف. هضربهم في كام? هضربهم في تسعة يساوي اروح منزل التلات اصفار واحد في تسعة بتسعة يطلع النتج بتاعي تسعة تلاف. يبقى انا هنا اعطيت مثال تاني. اعطيت مثال تاني استخدمت الخواص. عملت عملية ابدال فبدلت المية خمسة وعشرين مع التسعة. عملت عملية دمج فدمجت التمانية مع المية خمسة وعشرين طلقت بالف. طرفتها في تسعة طلقت بتسعة الاف. يبقى انا قدرت تستخدم الخواص ولا ما قدرتش ايو قدرت تستخدم الخواص اللي عندي. طب السؤال بعد كده اوجد نتج ماياتي مع ذكر الخاصية. هنا هيعمل ايه? ايوة برافو عليكم. ده هنا اعطيني ضرب وجامعة. لو انت خدت بالك. دي عملية ضرب. وده عملية ايه? جامعة. يبقى اوزع الضرب على الجامعة. هوزع الضرب على مين يا ولاد? على الجامعة. فاقول له كده. تمانية في ستة. زائد تمانية في تسعة. يبقى انا وزعت الضرب على الجامعة. استخدمت خاصية توزع الضرب على الجامعة. تمانية في ستة بتمانية واربعين. زائد. حل اولادنا الشطار مع انا برافو عليكم. وتمانية في تسعة بكام؟ باتنين وسبعين. ممتازين. تعالوا بقى نجمع. يبقى بيساوي. تمانية زائد اتنين عشرة سفر معنا الواحد. واحد على اربعة خمسة خمسة وسبعة اتناشر. يبقى الناتج بتاعي مية وعشرين. تعالوا نحلها مرة تانية. يبقى انا وزعت الضرب على الجامعة. تعالوا نحلها مرة تانية عشان ولدنا يستوعبوها احنا عملنا ايه? هوزع الضرب على الجامعة. لان انا عندي هنا عمليتين. عملية ضرب وعملية جامعة. الضرب برا القوس. يبقى اقدر اوزع الضرب على الجامعة. فاقول له تمانية في ستة زائد تمانية في تسعة. يبقى دي اسمها خاصية توزيع الضرب على الجامعة. تعالوا بعدين اضرب. تمانية في ستة بكام؟ بتمانية واربعين. وثمانية في تسعة باثنين وسبعين نجمع. تمانية زائد اتنين عشرة سفر معنا الواحد. واحد على الاربعة خمسة خمسة وسبعة اتناشر. دي اسمها خاصية ايه? برافو عليكم خاصية الانغلاق. ليه سميتها خاصية الانغلاق? لان عند جامعة عددين طبيعيين يكون الناتج عدد طبيعي. خلقنا في الجامع في خواست عميتي الجامع. عند جامعة عددين طبيعيين يكون الناتج بتاعك عدد طبيعي. تمانية ناخد مثال تاني. بالشكل ده. خمستاشر في. يبقى هنا عملية ايه? في القص بتاعي. اهو بالشكل ده. هوزع الضرب على مين? على الجامع. هوزع الضرب على ايه يا ولاد? هوزع الضرب على الجامع. بالشكل ده. يبقى احنا الاول عندنا المسألة بتقول خمستاشر في تسعة وتسعين زائد خمستاشر. طيب انا هنا عندي خمستاشر في كامل? في تسعة وتسعين. طيب مين المشترك هنا يا ولاد? برافو عليكم. الخمستاشر هنا والخمستاشر هنا. يبقى انا اخد خمستاشر مشتركة. واقول له في. وافتح قوس. لما خدت الخمستاشر من دوم. فضل مين? فضل التسعة وتسعين. زائد. لما خدت الخمستاشر من هنا. فضل مين مكانها? برافو عليكم. فضل واحد. بقت خمستاشر في مية. خمستاشر في كامل يا ولاد? في مية. اروح منزل السفرين. ده احلها مرة تاني عشان ولاد دي يقول له معنيش يا مستر احلها تاني عشان مش مستوعب حضرتك عملت ايه? تاني تاني. لو انت لاحظت هتلاقي المسألة دي اصلها ايه? اصلها خمستاشر في تسعة وتسعين زائد خمستاشر في واحد. يعني الخمستاشر دي مبروها في واحد عشان تطلع نفسها خمستاشر. مين المشترك? الخمستاشر. اهي? يبقى ده كان ايه? كان وزع الضرب على مين? على الجمع. اهي زي دي. هنا تمانية وهنا تمانية. لما رجع الاصلاء. اخلي التمانية برا فيه. وافتح قوس يفضل ستة زائد تسعة. نفس الفكرة. الخمستاشر هنا متكررة. وافتح القوس يفضل تسعة وتسعين زائد الواحد. يبقى احنا عملنا ايه تاني? نقول تاني احنا عملنا ايه? كان عاطيني خمستاشر في تسعة وتسعين زائد خمستاشر. الخمستاشر دي اصلا كام? خمستاشر في واحد. يبقى خمستاشر في تسعة وتسعين زائد خمستاشر في واحد. هاخد خمستاشر عامل مشترك. طبعا ده توزيع الضرب على الجامل. هاخده الخمستاشر برة. مشتركة. والضرب ينزل. يفضل من الناتج الاولاني ده تسعة وتسعين. زائد الخمستاشر انا اخدتها خلاص. يبقى فاضل ما كانها كام? الواحد. طيب. يبقى انا عندي هنا الخمستاشر اضربها دي غلصية الدم. الخمستاشر هتنزل. واضربها في مية. ليه? لأن تسعة وتسعين زائد واحد بكان بمية. يبقى خمستاشر في مية بالف وخمسمية. طبعا ديني اخد مثال تاني. هحلو انا هنا هو. هكتم مثال تاني عشان ولادنا. لما اقول سبعة في تسعة. زائد سبعة. يساوي. دي كت اصلا ازاي? خلي بالك معايا. اهيه. السبعة في تسعة هتنزل. يبقى سبعة في تسعة. يبقى سبعة في تسعة نزلت. زائد. سبعة في واحد. عشان كده اطلعت دي سبعة. انا سبعة في واحد دي سبعة يبقى انا نخيلا مغيرتش. من المشترك؟ تقول لي السبعة. يبقى انا communities برق وعالمة الضربة هتنزل. يفضلي من الناتج الاولاني ده. لما خدت السبعة فضل التسعة. زائد. ولما خدت السبعة من الناتج التاني ده هيفضل الواحد. يبقى سبعة هتنزل في تسعة زائد واحد عشرة يساوي سبعين. يبقى انا كده جبت الناتج واستخدمت الايه الخاصية? في منها? ولا لا? لا. طيب تعالوا نحل المثال تاني. تعالوا ناخد مثال هنا. لما اقول مثلا اربعة اتناشر في تسعة وتسعين. زائد اتناشر. اقول له يساوي. دي المسألة. تعالوا نحلها. شوف نحلها ازاي? الاثناشر في تسعة وتسعين هتنزل. يبقى اتناشر في تسعة وتسعين. زائد. الاثناشر دي كانت اصلا اتناشر في واحد عشان تطلع نفسها. لان الواحد عنصر محايد. يبقى استخدمت المحايد اهو. تمام? يبقى انا ده توزيع الضرب على الجامعة. طيب من المشترك الاثناشر? يبقى ناخد الاثناشر. واقول له ضرب. وافتح القوس. يبضل من هنا تسعة وتسعين. زائد ايه? زائد الواحد. يبقى يساوي. الاثناشر هتنزل. في تسعة وتسعين زائد واحد بكام? هتقولي بمية. لما اضرب في ارقام في صفار هنزل الاصفار الاول. واثناشر في واحد بكام? باثناشر. يبقى الناتج بتاعي ايه? الف ومتين. طيب نشوف المثال اللي بعد كده. كلي بالك من الملاحظات ايه? لازم تبقى انت اواخد بالك منها. عند ضرب عددين طبيعيين زوجيين يكون الناتج بتاعك عدد زوجي. زي ما كنا بنجمع عددين زوجيين اطلع الناتج بتاعنا ايه? زوجي. يعني ما اقول اتنين ده عدد زوجي في اربعة دي برضو عدد زوجي. يبقى اتنين فاربعة. لما اضربهم اتنين فاربعة كام? بتمانية. يبقى برضو عدد زوجي. طيب ناخد نسال تاني. الستة ده عدد زوجي فيه. الاتنين ده عدد زوجي. ستة في اتنين بكام? باتناشر. الاثناشر برضو عدد زوجي. يبقى لما اضرب عددين زوجيين. النتيج بتاعك يكون عدد ايه? عشان لما يجريك تكملة. النتيج بتاعك هيكون عدد زوجي. النتيج بتاعك هيكون عدد ايه يا ولاد? هيكون عدد زوجي. طب ناخد مثال تاني. زي اربعة في ستة. الاربعة عدد زوجي. الاربعة ما لها? عدد زوجي. لما اضربها في ستة. في ستة عدد زوجي. يطلع النتج بتاعك كم? اربعة وعشرين وهو ايضا عدد ايه? عدد زوجي. طيب. حاصل ضرب عددين طبيعيين فرديين. هو عدد فردي. لما اضرب عددين فرديين يكون النتج بتاعك فردي. ده بقى عكس مين? عكس الجمع. انت في الجمع كنت بتقول لما تجمع عددين فرديين يديك عدد زوجي. هنا بقى لما تضرب عددين فرديين يكون النتج بتاعك فردي زي تلاتة في خمسة. تلاتة في خمسة بكم? تقول له تلاتة في خمسة بخمستاشر. التلاتة عدد فردي. والخمسة ايضا عدد ايه? عدد فردي. يبقى الناتج بتاعك خمستاشر ايضا عدد ايه? عدد فردي. يبقى لما تضرب عدد فردي. لما تضرب عدد مين? فردي. في عدد فردي يكون الناتج بتاعك ايه? يكون الناتج بتاعك فردي. يكون الناتج بتاعك ايه اولاد يكون الناتج بتاعك فردي. يبقى لما تضرب عددين زوجين يكون عدد زوجي. لما تضرب عددين فرديين يكون الناتج بتاعك فردي. طيب. تعالوا لما نضرب بقى عددين احدهما زوجي والاخر فردي مختلفين يبقى الناتج بتاعك زوجي. ده عكس عملية ايه الجامع. في الجامع. لما كنا بنجمع تلاتة وخمسة يطلع كام? ليه يطلع تمانية. تمام. لما كنا بنجمع بقى ثلاثة الفردي مع اربعة الزوجة يطلع عدد فردي هنا العكس في الضرب لما تضرب زوجي وفردي يديك زوجي طيب ناخد مثال الثلاثة فردي والستة زوجي ثلاثة في ستة بتو 18 طيب ان quanjo 미صر هام سوات لاغبة خلاص يبقى تضرب مثال يبقى تضرب مثال طيب ناخد مثال حتماف عملية القسمة بقى عملية القسمة احنا اخدنا في الضرب ان الضرب ايه? عملية مغلقة. الضرب عملية ايه? مغلقة. القسمة لا. ليه? لان انا لما خمسة دي عدد طبيعي صح? والعشرة عدد طبيعي. لما اسم خمسة على عشرة تطلع خمسة من عشرة. هل ده بينتمل طه? تقول له لا. يبقى ايزا عملية القسمة مش مغلقة. عملية القسمة مش مغلقة. كمان عملية القسمة ليست ابدالية. ليه? لان ستة تقسيم تلاتة بكام? تقول له باتنين. تبغوا تلاتة لو قسمتهم على ستة تطلع بنص تلات برتقالات على ستة اولاد كل واحد يأخذ نصف برتقالة يطلع بنصف يطلع بكام هل الاتنين بتسوي النصف تقول لي لا يبقى ايزا ليست الدلية طيب لما يجي قول لي عاملية القصف ليست دامجة ليه لم قسم تسعة تلاتة تقسيم تلاتة تعال جيب ناتجي الاولين تسعة تقسيم تلاتة تقول لي بتلاتة وتقسيم تلاتة دي تنزل يبقى فيها الواحد. طب نيجل هنا. تلاتة تقسيم تلاتة تقول لي بواحد. يبقى تسعة تقسيم واحد يسوي تسعة. هل الناتج هنا ده و الناتج ده? تقول لي لا. يبقى ايزا الناتج ما بيسويش. تسعة تقسيم تلاتة تقسيم تلاتة ما سواش تسعة تقسيم التلاتة تقسيم تلاتة في القص التاني. هنا الاقواس مش متحركة لما حركت الاقواس طلع الناتج ده بواحد وطلع النفج ده بتسعة ودهما بيسووش بعض. ودهما بيسووش بعض. يبقى اذا عملية القسمة ليست دامجة. يبقى عملية الدرب دامجة. القسمة لأ. طوارا. كمان لا يوجد عنصر محايد في عملية الاسمة. عملية العنصر محايد بتاعها كام? مت particulكل. واحد ممتاز. الواحد هو المحايد الضربي. لكن مفيش محايد قسمة. مفيش محايد لعملية القسمة. يبقى احنا كده اخدنا محايدين محايد لعملية الجامع وهو السفر ومحايد لعملية الضرب وهو الواحد الاسمة ما لهاش محايد ولا الطرح ليه محايد يبقى خدنا عمليتين في الاعداد الطبعية ليهم محايد وخدنا عمليتين ما لهمش ايه ما لهمش محايد طيب شوف اللي بعدها اكمل بوضع علامة ينتمي او لا ينتمي السؤال الاول سفر تقسيم سبعة بكام؟ هتقول لي بسفر لازم اجيب ناتج القسمة سفر تقسيم سبعة يساوي سفر السفر ده بنقوله في طه بينتامي لطه السفر بينتامي للطه السفر عدد طبيعي طيب نشوف المسألة بعدها النصف هلنقدر نقسم من واحد على اثنين؟ تقول لي لا واحد على اثنين ده كسر هل الاعداد الطبعية فيك كسور؟ لا المستر قال ما فيهاش كسورة الاعتيادية والعشرية يبقى نقول له هنا لا ينتمي يبقى النصف لا ينتمي هل ناخد المسألة بعد كده؟ سبعة في اثنين تقول لي باربعة عشر ناقص سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين هلنقدر نطرح في طه عدد صغير ناقص كبير؟ تقول لي لا يبقى لا يوجد يبقى لا ينتمي مفيش لان عملية توزيع الضرب على الطرح ان لازم العدد الاولاني يكون اكبر من التاني هل الاثنين اكبر من خمسة؟ تقول لي لا يبقى ايزا لا يوجد يبقى لا ينتمي مفيش نشوف اللي بعدها تمانية ناقص تمانية تقول لي ساوي سفر هل السفر ينتمي لطه؟ تقول لي ايوة يبقى ده ينتمي لطه طيب اللي بعدها سبعة فيثلاثة بكام? بواحد وعشرين ناقص تلاتة فيسبعة بواحد وعشرين 21 ناقص 21 تقول لي سفر يبقى انا لازم اجيبه الناتج قبل ما اقرر ان كانت ينتمي او لا ينتمي يبقى السفر ينتمي لطه؟ تقول لي ايه ينتمي لطه يبقى هنا ينتمي يبقى كنت لازم احل المسألة تقب المسألة اللي بعد كده سفر في تسعة تقول لي بسفر اسمها خاصية الضرب في سفر. سفر في تسعة في سفر. والسف ينتامي للطار. يبقى احنا هنا المثال الاولى تمانية ناقص تمانية قلنا في سفر. ينتامي للطار. التانية كنت لازم اجيب الناتج. سبعة في تلاتة بواحد وعشرين. وماقص نزل. وتلاتة في سبعة بواحد وعشرين. واحد وعشرين ناقص واحد عشرين. يديك سفر. السفر ينتامي للطار. المسألة الاخيرة. سفر في تسعة اسمها خاصية الضرب في سفر. واحنا قلنا لما تضرب في سفر الكولينات الجتاعة الكام سفر والسفر ده عدد طبيعي اصغل عدد طبيعي والسفر يبقى ينتمي المين ينتمي للطاقة اللي بعد كده اكمل لتحصل على عبارة ان صحيحة اذا كانت تسعة في تلتاشر يساوي تلتاشر في سين اه ولادنا بقولوا يا مستر دو عمل عملية ابدال جابت تلتاشر في الاول يبقى تسعة تيجي في الاخر يبقى سيني هنا بكام يبقى سيني هنا بتسعة لانه هون عمل عملية ابدال شطار عدد فردي في عدد زوجي يديك عدد ايه انا ما اعرفش واحنا قلنا لازم ناخد انا مش انا نسيت يا مستر تبقى ديني مثال يديني اي عدد فردي التلاتة برافو عليك التلاتة عدد فردي فيه الستة عدد زوجي نضرب تلاتة في ستة بكام بطمنتاشر التمنتاشر اللي نتج ديه زوجي يبقى ايزا لما ضرب عدد فردي في عدد زوجي يديك عدد زوجي انا هنا خدتها بالمثال انا محفزتهاش هو قال لي عدد فردي ففردت العدد فردي بتلاتة فيه عدد زوجي فردته بستة ضربت تلاتة في ستة طلعت بطمنتاشر التمنتاشر احدها تمانية يبقى زوجي ناخد مثال لبعد كده اصغر عدد اولي من هو اصغر عدد اولي اللي اتنين اصغر عدد اولي اتنين فيه اي عدد اولي تاني يدينا عدد اولي مثلا تلاتة يبقى اتنين في تلاتة بكام بستة يديك عددا زوجيا يديك عددا ايه زوجيا بقى احنا هنا لازم نحل الايه المسألة بتاعتنا ولادنا بقول له مستر معايش وقولها تاني اقول لك حاضر هو بقولك اصغر عدد اولي من هو اصغر عدد اولي اللي اتنين فيه اي عدد اولي ادينا اي عدد اولي التلاتة الخامسة السبعة الحداشر التلاتاشر اي عدد اولي لو بيقبل قسم على نفسه وعلى الواحد فقط اللي اتنين اصغر عدد اول اتنين فيه اي عدد اولي قلت لتلاتة اتنين في تلاتة طلقت بكام بستة الستة دي عدد ايه؟ الستة دي عدد زوجي يبقى يديك عدداً زوجياً طيب نشوف اللي بعدها عايزين نكمل المسألة خمسة وعشرين زائد سبعتاشر في كامل يساوي نقط في أربعة زائد سبعتاشر في نقط يبقى مين هو العدد الزيادة اللي موجود هنا؟ برافو عليكم الأربعة يبقى هنا اللي ناقصنا أربعة ووزع الضرب على الجمع يبقى الخمسة وعشرين هتتضرب في أربعة والسبعتاشر هتتضرب في أربعة يبقى هنا كام؟ يبقى هنا خمسة وعشرين في أربعة زائد سبعتاشر في أربعة خمسة وعشرين في أربعة بكام؟ بمية حفظينها وسبعتاشر في أربعة نضرب رقم رقم أربعة في سبعة بتمانية وعشرين تمانية ومعانا اللي اتنين واربعة في واحد باربعة واثنين ستة تعال نجمع سفر زائد تمانية تمانية وصفر زائد ستة ستة والواحد ينزل يبقى الناتج بتاعي طلع مية تمانية وستين طيب ناخد مثال اللي بعد كده اختاري الإجابة الصحيحة بما يلي عملية ايه ليست ممكنة رابو عليك عملية القسمة عملية القسمة ليست ممكنة دائما في طه لان انا ما اقول اتنين تقسيم اربعة يديني كام هيديني نص يديني كام النص والنصف ده لا ينتمي لطه والنصف ده لا ينتمي المين لطه يبقى مين هي العملية اللي ليست ممكنة دائما خلي بقىك من كلمة دائما خلي بقىك من كلمة ايه يا ولاد من كلمة دائما بيقولي العملية اللي مش موجودة دائما تقول يا مستر تبقى انا ممكن اقسم اربعة على اتنين اقول لك صح بس هو هنا بيقولك العملية اللي ليست ممكنة دائماً الكسمة الكسمة تنفع مع أعداد طبيعية وما تنفعش مع أعداد طبيعية أخرى طيب ألف ضرب باء ضرب جيم يسوي ألف باء في جيم هو عمل هنا إيه رابع يتحرك الأقواس بدل ما القصين كان على الباء والجيم خلى الأقواس على الألف والجيم يبقى يسمع خاصية إيه خاصية الدمج تمام اللي بعدها قسمة أي عدد طبيعي على العدد نقعد غير ممكنة على السفر ما نقدرش نقسم يعني ما نقدرش نقول خمسة تقسيم سفر خمسة تقسيم سفر غير ممكنة بيكده غير ممكنة لا يمكن ما قدرش أقسم الخمسة على السفر ما قدرش أقسم الخمسة على السفر أو الثلاثة على السفر أو أربعة على السفر ما قدرش أقسم أي عدد طبيعي على السفر يبقى ايزا ايه قسمة اي عدد طبيعي على العدد مائة غير ممكنة على السفر ما اضعش يقسم على السفر رتب النواتج ترتيبا تصاعديا سبعة في عشرة بكام بسبعين يبقى انا هكتب النواتج بتاعها سبعين فاصلة خمسة وتلاتين نقص سفر بخمسة وتلاتين فاصلة مية تمانية وسبعين نقص مية تمانية وسبعين بكام بسفر برافو عليكم فاصلة هنعمل ايه هنضرب اللي داخل القص الاول اثنين في تلاتة بستة خمسة في ستة بتلاتين تعالى بقى نرتبهم ترتيبا تصاعديا يعني تصاعديا يعني من الاصغر للاكبر من اصغر ناتج السفر السفر فاصلة من الناتج اللي بعديه التلاتين من الناتج اللي بعده الخمسة وتلاتين ومن الناتج الاخير السبعين يبقى انا هنا لازم كنت اجيب رتب النواتج قال لي هنا رتب نواتج يبقى انا لازم كنت اجيب الناتج الاول سبعة في عشرة بسبعين خمسة وتلاتين نقل السفر بخمسة وتلاتين مية تمانية وسبعين لما اطرح منها منية تمانية وسبعين يطلع لسفر هنا كنت لازم اضرب لداخل القص اولا نتين في تلاتة بستة الناتج ستة في خمسة بتلاتين رتبت النواتج ليت اصغر راتب لانه بيقول لي هنا ترتيبا تصاعديا اصغر حاجة السفر بدأت بسفر وبعد كده التلاتين وبعد كده خمسة وتلاتين وبعد كده السبعين يبقى انا هنا اتعلمت خواصة عملية الضرب والاسمة وعرفت ان الضرب خاصية مغلقة وخاصية الضلق متحققة والابدال والدمج والعنصر المحايد الضربي هو الواحد وقرنا خاصية الضرب في سفر ان انا مضرب اي رقم في سفر يطلع سفر وخاصية توزيع الضرب على الجامعة والطرح بس في الطرح كان لازم فيه شر ان الرقم الاولاني في القوس يكون اكبر من الرقم التين عرفنا ان القسم ليست مغلقة دائمة عرفت ان في القسمة ليست ابدالية عملية القسمة ليست دامجة عملية القسمة ليست لها عنصر محايد في عملية القسمة ودرسنا مساء متعنوعة على ضربة وقسمة الاعداد الى هنا نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على امل لقاء بكم في حلقات قادمة كان اصحابكم في رحلاتكم السيد محمد ناجم معلم رياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير بادارة ناصر التعلمية في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته